عقب إعلان نتائج الامتحانات الشهادة الثانوية دورة 2017 من قبل هيئة الامتحانات ومسابقات قام فريقه من التلفزيون بجولة في بعض مراكز الامتحانات لرصد أجواء الفرح والسرور الزميل عباس بكر مصطفى كان من ضمن الفريق وعد لنا هذا التقرير انتظار دام قرابة 28 يوما منذ نهاية الامتحانات الشهادة الثانوية دورة يوليو لعام 2016-2017 ها قد تم إعلان النتائج الأولية للناجحين في الدور الأول من الامتحانات البالغ عددهم حوالي 15346 بنسبة 21.37% حيث قام فريق من التلفزيون الشهادة بجولة في بعض مراكز الامتحانات التي تم فيها كشف النتائج الامتحانات الجميع يتطلع لمعرفة نتيجاته أما الناجحون منهم فقد عبر بعضهم عن مدى سعادتهم وفرحتهم لهذا النجاء الباهر في الدور الأول من الامتحانات والمسابقات لهذا العام وفي ذات السياقة فقد أدلى بعض الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الدور الأول بأنهم على استعداد وشد أذرهم للمراجعات والمذاكرات للدخول في الدور الثاني هذا فإن عدد الممتحنين للشهادة الثانوية لهذا العام يبلغ عددهم حوالي 71.894 ممتحنا ونجه منهم 15.346 أما الذين جاءوا في الدور الثاني يصل عددهم حوالي 17.127 ممتحنا حظا موفقا للممتحنين في الدور الثاني وأملا سعيدا للناجحين ترجمة نانسي قنقر